أهلا بحضراتكم يا رب تكونوا بخير وعالي العال وميد فل واربعتاشر شجع المصري في مناقشة حصلت لسه مفيش من خمس سبع دقيق بالكتير أنا وزميلي وصديقي العزيز جدا أحمد أشرف عادي بنتكلم على الصناع وزمان ودلوقتي أشرف الحقيقة كان ملهم جدا ليا في المناقشة دي لأنه بالضبط بدأ المناقشة بالسؤال الآتي فاكر زمان لما كنا تقريبا ما بنصنعش حاجة أو وده على حد كلام بقى أشرف بدقة كان في حاجات كتير جدا إحنا معتمدين على استيرادها وبنقول مفيش داعي نصنعها هنا ما كده كده بتتجاب من برا قلت له آه قال لي طيب الدنيا تغيرت قلت له مظبوط يا أشرف قال لي تفتكر ليه واتفقنا بعد كده على وجهة النظر يعني إحنا لاتنين تقريبا نطقنا نفس الإجابة ويمكن ده سؤال هسأله لحضرتك إحنا بقالنا يجي خمسين سنة الصناعة المصرية أو خلينا أقولك مثلا اتنين واربعين سنة لمدة اتنين واربعين سنة تقريبا قعدت الصناعة المصرية في حالة تراجع مخيف تراجع على كل المستويات اللي ممكن تيجي على بالك يعني عدم الاهتمام أصلا من الدولة بإنها تصنع وزي ما كان بيكلم أحمد أشرف ما احنا بنشتريها من بره أعمل عربيات ليه ما أنا بجيبها من بره أعمل مش عارف قطع غير كذا إيه ما أنا بجيبها من بره أعمل المكان ده ليه ما أنا بجيبه من بره أعمل ترمبات رفع مياه من اللي بتركب في البيوت أنا مش بقولك مثلا من اللي بتشتغل لمدن ومحافظات أو حتى قرى احنا بنجيبها من بره أعمل كذا إيه ما أنا بجيبه من بره وصلنا لمرحلة إنه حتى الأميص بقينا بنجيبه من بره الألم بقينا بنجيبه من بره بس ده من بلد جوه من عندنا مصر طيب حلو ليه لكل الأسباب السلبية اللي ممكن تيجي في خيالك وده اللي بخليني أستغرب لما لاقي ناس تبكي على ماضي فات وولى وأراه بائدا بائدا بل إنه في بعض الأحوال كان بيتم تعمد إفساد أنشطة صناعية تعمد بوزوا لهم عشان هناخد توكيل بتاع مش عارف إيه اللي بنجيبه من بره فبوز له المصنع ده عايزينه يفلس كم بيحصل إحنا هنتحك على بعض والأمثلة من هنا لحد بعد بكرة طيب تيجي وهنا بقى في مسألة وإيه يعني اللي حصل في مصر تعالي أقول لك إيه اللي حصل في مصر هو أنت مش ملاحظ حضرتك سيدي وسيدي وتجرصي المواطن إن أنت تقريبا تقريبا كل أسبوع فيه اجتماع اتنين تلاتة بالمتوسط والله ما بغزر وده راجع يعني راجع كده اجتماعات فخامة الريس اجتماعات متعلقة بالصناعة وتوطين الصناعة وعلى مجالات طبعا ما كانش في أحلامنا في يوم من الأيام إن احنا نعمل كده يعني احنا كان أكبر أحلامنا إن احنا نعمل مثلا موتور متسيكل ده في خلال 42 سنة إياهم ما احنا برضو لازم نبقى منطقيين فتلاقي إن الرئيس مثلا بيكلم وبيعمل اجتماعات ويتابع الإجراءات والخطوات اللي تم اتخاذها علشان توطين صناعة السيارات الكهربائية ايه يعني هو ده كان في خيالك أنا راضي زمتك وبأمانة أنت عزيز المواطن كده بزمتك بزمتك من عشر سنين مش من عشرين ولا تلاتين ولا من اربعين أنت كنت متصور إن مصر هتشتغل على تصنيع عربيات كهرباء تصنيع مش تجميعه خلاص طيب هو أنت كنت تسمع كلمة توطين التكنولوجيا إحنا كنا دايما يقولون كده جملة لطيفة قوي يقولك ما هو الغرب لن يسمح بتصدير التكنولوجيا النوهاو مش هيديها لك أنا كنت دايما حتى من قايا ما كنا في الجامعة كنت قعد أفكر يعني إيه مش هيديها لك من شاء الله عنه ما اديها لي هو إحنا ما عندناش مخاخ تخلينا إحنا اللي نخترع وإحنا اللي نبتكر وإحنا اللي نبحث فتجد أنه رئيس الجمهورية بدل المرة مئات المرات دون مبالغة يتكلم على توطين التكنولوجيا طب هي بس في الصناعة لا ده في الصناعات الدوائية اللي هي صناعات العلم المعقد ده على سبيل مثال في صناعات السيارات شديدة التقدم اللي بتحصل في العالم يعني العالم يذهب إلى التصنيع بتاع السيارات الكهربائية فتلاقي مصر هي كمان بتركب نفس القطر بتركب نفس القطر مش القطر يعدي عشرات المحطات وإحنا عاديين بنجري وراه ولو تشعبطنا نلاقي نفسنا بنتشعبط في السبينسا اللي هي آخر عربية في القطر خالص خالص هو بس كده فتلاقي إنه مصر بتشتغل شوف إحنا زمان كنا بنشتغل على تصنيع السلاح في مصر أو تطوير تكنولوجيا تصنيع الأسلاح في مصر فلاقينا نفسنا بنعود مع الهند ونعود مش عارف مين وش مال علشان خطر يبقى فيه عندنا توطين وتطوير للتكنولوجيا التصنيع العسكري في مصر ونعمل بروتوكولات تعاون ونشتغل وما إلى ذلك فهنا أنا بسألك على أي أساس على أي أساس ندخل مناقشة متعلقة بإنه إيه يعني اللي حصل فيه الصناعة في مصر معادي ما إحنا زي ما إحنا حصل إيه يا رجل يا طيب ده أنت كنت بتستورد أي حاجة من أي حتة تقريبا وصلنا إن إحنا كنا بنستورد إقلام جاف بلاستك تيجي تقولي هو إيه اللي حصل في قطاع الصناعة في مصر اللي حصل إنت بقيت بتصنع أطرات اللي حصل إنت بتصنع عمليا شغالة على تصنيع عربيات كهرباء اللي حصل إنت عاوز تصنع أسلحة بتكنولوجيات متطورة في مصر اللي حصل إنت بتصنع دوة في مصر اللي حصل إن إنت بتشوف إيه مستلزمات أي قطاع اقتصادي أو صناعي علشان توطن تصنيعه في مصر طب السؤال ليه؟ أقولك الإجابة نمرة واحد هو حس وطني رفيع المستوى بضرورة إنك إنت لازم يبقى فيه عندك تمكين وقدرة اقتصادية حقيقية أنا متذكر كويس جدا 2014-2015 الرئيس تكلم على مسألة القدرة قال ما نقدرش نتكلم على القوة دون أن نمتلك القدرة وامتلاك القدرة ده مشوار طويل وصعب أنا فاكر كده كويس قوي قد لا تكون الجملة بنفس محتوها بمنتهى الدقة لكن ده كان فحوى الكلام بإشارة واضحة عن القوة وامتلاك القدرة وأن ده مشوار ولازم نقطعه سوا نقطعه سوا الرئيس قال كده نقطعه سوا إحنا مع بعض وبالمناسبة الرئيس قال إن الطريق صعب ما قالش إنه سهل خالص ما قالش إنه مفروش بالورود والرياحين خالص جاي النهاردة تزهق وتتعب وتقول أصلا لأنه في ناس ظروفها المادية والاقتصادية والاجتماعية أصعب مني ومنك عشرات المرات ومستحملين وشدين حلوهم بالقوي صح ولا إيه ولا هنقعد نقول شوية كلام يرضي بعض الناس يعني ممن يصفون بعضهم في بعض الأحوال بأنه نحن النخب التي نخب التي على عيني وعلى راسي بس المواطن الغالبان ده على عيننا وعلى راسنا كلنا ولا إيه طيب لما تيجي تشوف التجربة بتاعت كورونا والتجربة بتاعت الحرب روسيا وأوكرانيا بتقول إيه التجربة دي فيها نتيجة كده مهمة لبقي الدول العالم سيبك من النتيجة بتاعت روسيا أو أوكرانيا دلوقتي لا بصوا على النتيجة بتاعت بقي الدول العالم إنه يا جماعة المسألة ما بقتش ينفع تمشي بحالة الاعتمادية المطلقة على الدنيا اللي حوالينا دي واللي برانا لازم الاقتصادات الوطنية تشتغل على قدرة حقيقية في دعم ذاتها لو حصلت في الأمور أمور يعني العالم أغلق في كورونا نغني ظلموه طيب موضوع أوكرانيا افترضنا إنه كان تفاقب أكتر من كده نغني ظلموه طيب لقدر الله حصلت في الأمور أمور الصين وطايوان وأمريكا هنغني ظلموه لا نلحق نفسنا عرفت ليه بقولك إنه إحنا مش في دولة بتشتغل جهجهوني إحنا دولة بتشتغل على رؤية لازم نعتمد على أنفسنا قدر الإمكان أنا بقولك مفيش دولة في العالم تنتج من الإبرة للساروخ لكن قدر الإمكان أبقى عارف أصله بطولي واسن الضهري مظبوط وبقى عارف أكمل أمال أنا كملت السبع تشهر دول إزاي من وقت الحرب لحد دلوقتي إزاي عشان كان فيه مخ عشان كان فيه مخ بيقول إحنا لازم نعمل صوامع ولازم نزود مساحات مزروعة ولازم نعمل كذا ولازم نبدأ نزرع درة ونزرع فلسوية ونحاول إن إحنا ننتج الزيوت بتاعتنا عندنا علشان ما نضطرش طول الوقت نلجأ للإستيراد أو نقلل الفجوة الإستيرادية قدر الإمكان ده شغل طب بتعمل من أنت بتعمل 2014 أو كان حد عارف إن فيه كورونا ولا فيه حرب ولا لأنه المسألة مش جهجة هوني ترجمة نانسي قنقر